استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم الاثنين في قصر الامارات في أبوظبي فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركومانستان الصديقة والوفد المرافق بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين دولة الامارات وجمهورية تركومانستان في مختلف المجالات لا سيما على صعيد التبادل التجاري والسياحي بين البلدين ومتطلبات الارتقاء بالتعاون الاستثماري وتهيئة المجال أمام القطاع الخاص لدى الجانبين لكي يكون شريكا في تعزيز تلك الروابط وتطويرها خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين على المديين القريب والبعيد